بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين نعيش هذه الأيام مرحلة جديدة من صراع الوجود الدائر بين الشعب البحراني الأصيل والنظام الخليفي المحتل الذي راح يوجه سهامه نحو مذهبنا ومعتقداتنا متجاوزا كل الخطوط الحمراء فاستهدف المنبر الديني وصلاة الجمعة والجماعة أموال الخمس وجر العلماء للتحقيق وأخيرا استهدف كبار علماء البلد إن النظام يتوهم بفعله ذلك أن يوجه آخر الضربات نحو الشعب الثائر ولكن ستبدي له الأيام ما كان جاهله إن عقيدتنا الراسخة بضرورة زوال آل خليفة تتأكد لنا يوما بعد يوم فهذا النظام الفاسد لو استطاع أن يمح الشعب من الوجود لفعل لقد شهد أجدادنا جرائمه وعايد تجاوزته واستخدم معه كل أساليب النصيحة والمسايرة لكن أسمعت حيا ولا حياة لمن تنادي لقد أثبتت التجربة إن التعاطي السياسي والدبلوماسي مع النظام الخليفي لم يحفظ لنا حقوقنا فضلا عن استرجاعها فلو كان هذا النظام ممن يستقيم لا استقام ولو كان ممن يستحي لا استحى لكنه أبى على نفسه أن يحل إلا زواله اليوم تماد النظام الخليفي وأسقط الجنسية عن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم وهو ما يأتي في سياق حملته الشعواء لاستهداف الطائفة ورموزها ويعتبر هذا إجراءا تمهيديا لترحيل سماحته من البحرين كما فعل مع سماحة آية الله حسين النجاة إن هذه المرحلة تدعوننا جميعا لإعلان التحدي في وجه النظام الجائر مع ضرورة رص الصفوف وتكاتف الجهود وبدء مرحلة جديدة تحت عنوان الوحدة والتحدي لقطع يد الجور الخليفية الحرية للأسرى والعزة للشهداء والنصر لشعبنا المتهد الشعب يريد أسقاط النظام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة